عليكم السلامة يا حباتي أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ندوة الجمعة موعد وهذه الندوة 28 يوليو 2023 ما سبق كنا في الفصل الخامس وكان يتحدث عن الأثار الجانبية للإنحراج الخلقي في العصر المملوكي وطبعا ده كتاب لنا يعني نذيعه فصلا بفصلا إلى آخره فده الفصل الأخير عن أثر التصوف في المساوئ الاجتماعي يعني نقولنا كنا نقول الفحش في الكلام من الآخر وإلى آخر وإلى أقطق النهاردة بنعيش طبعا برضو المساوئ المالية ما عرفش بنعيش في القيم أو المساوئ الاجتماعية لأن الحياة الاجتماعية أكثر استجابة لدين التصوف وهو مؤثر فيها والتصوف برضو يعبر عن غرائز السفلة للمجتمع أو الحديد الأخلاقي للمجتمع الاثنين مع بعض بيتفاعلوا مع بعض فتنتقل يعني يعني تروج قيم اجتماعية هابطة زي اللي احنا نتعرض له الكذب والقذارة والبذاءة والغيبة والنميم طبعا يعني هذه المساوئ الاجتماعية موجودة يعني موجودة في أي زمان وفي أي مكان وإحنا طبعا ربنا سبحانه وتعالى في سنة الحجرات يعني نهى المؤمنين عن كذا وكذا وكذا إذن كانت موجودة في عصر نزول القرآن لكن احنا نتحدث هنا بقى عن إن هي تشتهر وتصبح دينا وناس تمارسها كدين فده موضوع تاني برضو الزنا موجود لكن أن يمارس كدين ده حاجة تاني اللواط الصفر الله العظيم الشذوذ الجنسي كان موجود لكن أن يمارس كدين ده موضوع تاني وهكذا وطبعا البداية كلها بدأت بقى من أبو بكر الزنديقة أو واكر بسموه الصديق اللي هو جعل قتل الناس دين في الفتوحات فحين تتحول المعصية إلى دين انتهينا وبيترد يعني بيؤسس عليها أديان أرضية الفتوحات يعني تأسس عليها دين السنة ودين التشيع ثم فيما بعد دين التصوف ولما جاء التصوف بقى وتحكم وتسيد ومعتنقوه من العوامي ومن الفراعين الحاكمين أكابر المجرمين ورجال الدين فأصبح الإنحلال الخلقي الجسدي وما يتبعه دينا ومن ضمن ما يتبعه المساوئ الاجتماعية اللي هي الكذب والقزارة والبتاءة والغيبة والنميمة إحنا هنتعرض بقى أول حاجة في يعني دين الفصل السادس أسرة صوف في المساوئ الاجتماعية أول حاجة هتعرض لها الكذب وهنتعرض له في حلقتين الحلقة دي أول حاجة يعني إيه صلة الكذب بالتصوف هو يبدأ بالكذب على الله جل وعلا يعني لما تقول إن أنت ولي ولي ربنا قال إيه اللي أنت بتكذب على ربنا هو ربنا اختارك مش معنى ليه أنت بالذات أنت من مين يعني ربنا سبحانه وتعالى قال أولئي الله لأخفن عليهم ولهم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون الذي يحدد الإيمان ودرجته والذي يحدد التقوى ودرجته هو الله سبحانه وتعالى مش الناس ويعني حاجة تاني أن ذلك سيعرف عندما يعني يحتضر الإنسان إذا أحد أمره إذا كان عاش تقيا يبقى يعني الذين أمنوا كانت تقول لهم البشرى تأتي البشرى باعا من الملائكة أنه هو من أولياء الله الذين ستقنون الجل إذا كان غير ذلك يبقى هو من أولياء الشيطان دي قضية محصومة وتحدثنا فيها في كتابنا برضو الكتابة عن أسر تصوف الحياة الدينية بالكامل لكن إحنا هنا في موضوع الكذب لما يجي واحد أو مجموعة من الناس وتقول لك إيه بس إحنا أولياء الله من اللي قالك يا ابن الذين كفروا أن أنت من أولياء الله لكن هو بعد كده هو مش بس يقول لك أنا من أولياء الله لا ده هو يزعم أنه هو معاه كل مستلزمات الألوهية إذا كان ربنا هو سبحانه وتعالى هو صاحب الملك والتصريف في ملكه يقول لك بس أنا عندي كرامات إذا كان ربنا وحده هو اللي يعلم الغيب يقول لك بس أنا مكشوف عني الحجاب إذا كان ربنا سبحانه وتعالى لا يخطئ يقول لك لا بس الوالي لا يخطئ وهكذا إذن يعني إذا كان ربنا يتقربوا إليه الناس بالعبادة فهو يقول لك بس تعالوا لي تعالوا لي لفه حوالي بوسه إيدي إذا كان بقى ميت يبقى السدنة بتوعه الضريح بتاعه وتوع المقام بتاعه يقول لك بس هو روحه وقفه ودامه وقروله الفتحة يعني عمله عبادة كاملة صلاة كاملة له يعني إذا كان الإنسان وهو بيصلي لربنا بيصرح لكن اللي بيقف قدام الضريح صلاة كان ضريح الحسين أو ضريح الحسن أو ضريح أي حد من الناس بيقف مش بيصرح يبقى كله بقى عبادة وتقنيس وقنوط وخضوع وخشوع إلى آخره فكل الهابل ده احنا بلو عليه هبل لكن هم يعتقدونه دينا وطبعا في نظرهم أن التراب اللي موجود فيما يسمى بالقبر ده مجرد تراب لكن هم بتعليهم أنه هو جواه بقى السر الباطع وده اللي هو بيشفى عليهم يوم القيامة فكل هذه الأكاذيب توثق الصلة بين التصوف وبين الكذب فبالتالي تاريخ التصوف هو تاريخ الكذب الديني طبعا بالدعاء المنامات يقول لك يعني الجماعة السنجية يقول لك روى فلان عن فلان عن علان عن فلان عن إسماعيل ياسين أن النبي قال كذا مثلا ده لا مش محتاج للهصة يقول لك أن النبي جالي في المنام وقال لي أو أن ربنا جالي في المنام فرؤية الله ورؤية النبي ده أساس في اعتقادهم طبعا ده كذب إذا اعتقدت في الكذب ده تب أحمر حي ما ار ام اح ار اين مهم لم أخزة يعني أنا بزعل طيب وبعدين غير كده الكرامات ونماشي وعمل وسوا ومتاع والناس طبعا بتصدق بهذا ان الولي يعني يطوى له الزمان ويطوى له المكان ويبقى بخطوة يروح ويجي وهو في مكانه وياما كثير من الهجزة ده واحنا تعرضنا له طبعا في الكتاب الأول عن التصوف اللي هو في العقيدة الدينية طبعا ديت حاجات يعني يعني موجودة وموجودة مع بداية التصوف يعني مش موجودة في العصر المملوكي في القرن من القرن السابع وما بعده لا ده كانت موجودة من يام القشيري في يعني مع بداية التصوف يقولك القشير يروي عن ابن خفيف هو واحد صوفي معتادل خلي بالك يقولك ربما كنت أقرأ في ابتداء أمري في ركعة واحدة عشرة ألاف مرة قل هو الله وربما كنت أقرأ في ركعة واحدة القرآن كله وربما كنت أصلي من الغادات إلى العصر الف ركعة اخرب بيت أهلك يا جدع طيب افرض أنت بتصلي طيب احنا ملنا يعني على فرض أنت بتقرأ قلوا الله أحد مرة واحدة أو بتقرأ صورة واحدة في صلاتك أو بتصلي صلاة واحدة إلى آخر وإحنا ملنا المهم الغزالي الغزالي له كتابين في منتهى الخطور كتاب حياء علوم الدين اللي هما بقولوا كادا الأحياء أن يكون قرآنا وده نثر فيه بقى عقائد التصوف بمنتهى ذكاء وليه كتاب مش كات الأنوار هو خصصه للتصوف ويذكر بقى ملاه كتب كتب كتير قوي ومن ضمنها كتب يعني يضحك يضحك منه الحزين يعني يقولك في الأحياء روية مين لروية ما تعرفش هو من دماغ اللي قال كده روية أنه كان في بني إسرائيل واتيه ما تعرفش رجل مين هو الرجل ده ما تسألش كان يتعبد في صومعته فمكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات يوم فلز بمرأة فافتتن بها يعني هو في صومعه وببص من الشباب شف مرحل أكلت عقله قال يعني عنده عقل المهم فافتتن بها وهم فأخرج رجله لينزل إليها يعني أول ما منزل رجله من الشباك فأدركه الله بسابقة فيعني ربنا قال له أو حاله يعني فقال ما هذا ما هذا الذي أريد أن أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه الله أقول لك الولي معصوم طيب إلا حصل يا غزالي يا ابن الكفر أقول لك فلما أراد أن يعيد رجله إلى الصومعة قال قال لنفسه يعني هيهات رجل خرجت تريد أن تعصي الله تعود معي إلى صومعتي لا يكون والله ذلك أبدا فتركها معلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والثلد والشمس حتى تقطعت وسقطت فشكل الله له ذلك طب يا غزالي يا ابن ستين في سبعين أنت كنت هناك وأنت كنت بتسمع الواحي بقى أنت بتقوله ده كذا وفي واحد يطلع رجله ويحطها كده لغات لما تتقطع طبعا يعني الناس اللي بتقرأ حياء علوم الدين للغزالي يعني ويعتقدوا هذا الكلام تبه حمير مخططة يعني مخططة مش حمير عادي في واحد من كبار السلفية دلوقتي عمال بيشتغل على حياء علوم الدين وبيشرح فيه يا طرح يقول لي على الموضوع الأحياء طبعا يعني حشاو الغزالي بقى بأحاديث وبمنامات إن النبي زجال كذا وإن ربنا جه في المنام لفلان و يقولك برضو بنفس الحكاية دخلت على فتح الموصلي فرأيته قد مد كفاية يبكي حتى رأيته دموع تنحدر من بين أصابعي فإن رأيته من فجة دموعها قد خالطها صفرة فقلت ولماذا بالله يا فتح بكيت الدم قال لولا أنك أحلفتني بالله ما أخبرته نعم بكيت دما فقال على ماذا بكيت الدموع قال على تخلفه عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم على الدموع لأن لا يكون ما صحت الدموع فقال فرأيته عند موته في المنام فقلت ما صنع الله بك قال غفر لي فقلت له فما صنع في دموعك قال قربني ربي جل وعلا عز وجل وقال لي فتح الدموع على ماذا قلت ربي على تخلفه عن واجبك حقك قال والدموع على ماذا قال على دموعي ألا تصح لي فقال يا فتح ماذا أردت بهذا كله عزيز وجليل قد صاعد حافظاك أربعين سنة بصحيفتك ما فيها خطيئة يعني أنت يا فتح يا ابن الذين تعب نفسك لي ده جماعة اللي بسجلوا أعمالك أربعين سنة مطلعوش أي خطأ دي مش حاجة تنفخ يعني طيب في تخصصة كتب في الكذب اللي هي كتب المناقب مناقب فلان ومناقب فلان بل حتى ضموا لها مناقب الأئمة الأربعة ومناقب يعني يعني يذكروا بقى الحاجات الحلوة طبعا كلها كذب يعني كلها كذب لم تحدث لكن هي الصارقة فيه فنا تعبر عن عقائد الناس وتعبر عن الكذب الذي صار دينا ف ابن الحاج في كتابه المدخل وده كان متوفر سبعمائة سبعمائة وثلاثين وجاي من شمال أفريقيا وعاش في مصر وعمل الكتاب بتاعه فيما نسميه بالفقه الواضي يعني يذكر ما يحدث ويعلق عليه فبقول لك كثير من الناس يدعي الدين والصلاح وأنه من أهل الوصول ويأتي بحكايات من تقدم من الأكابر ويطرز بها كلامه هو مع ذلك يشير إلى نفسه بلسان حاله وأن منها عنده طرفا يقول لك واحد صار يعمل كذا وعمل كذا ويشير على نفسه يعني أنا هنا يا ابن الحلال وبعضهم يجعبوا أنه حصل لهم جانك الأمر حاصل ومنهم من له القدرة على تصريف الحكايات والمراء يعني المنامات التي يختلقها من تلقاء نفسه يا سلام على الروعة يا ابن الحاج ولسيما مبتلة به بعضهم من دعواء رؤياه النبي عليه السلام في المنام وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره ونهى بل وبعضهم ما تدعي رؤيته عليه السلام وهو في اليقص يعني مش بس وهو نايم مش متغطي لا برضو هو قاعد يجيله النبي برضو هو قاعد ويشوفه مش بهم قاعد بقى في الحمام قاعد تحت الشجر يا واهي بقى مش مهم وأنه أقبل عليه وخاطبه وأمره ونهى بل بعضهم يدعي على رؤيته عليه السلام وهو في اليقصة وهذا باب صدق وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان شوفه ابن الحاج هنا بيعتقد أن هذا ممكن بس مش كل الناس يا بقولك وهذا باب صدق وقل من يقع له ذلك إلا من كان على صفة عزيز وجودها في هذا الزمان ابن الحاج كان صوفيا معتدلا كان صوفيا سنيا معتدلا يعني بؤمن بالتصوف بؤمن بالسنة لكن بينكر على ما يحدثه من عصره في القرن الثامن الهجري بل عدمت غالبا يعني ما عدش في عندنا حد في عصرنا يعني ممكن تنطبق عليه شروط أنه هو يرى النبي في المنام أو في الظهر أقول لك ما عننا لو نمكن لما نقع له هذا ابن الأكبر الذين حفظهم الله تعالى في ظواهرهم وباطنهم وبعدين بعد كده أقول لك من هما نشوره نفسي بالكرامات وخرق العادات وهو عري عنها بالاتصاف بضده يعمل أنه صاحب كرامات وهو رجل هلفوت H-A-L-F-O-U-T هلفوت الشيء المضحك بها أن الشيخ بتاع ابن الحاج اللي هو محمد بن أبي حميرة كان ممن يدعي أنه يرى النبي يقصه فعقد أوله مجلسا لمحاكماته بسبب ذلك لكن ابن الحاج بيعتقد أن الشيخه ده قاله لا why no ما فيهاش حاجة أما الناس الوحشة تانية لا يعني المفهوم من الكلام من الحاج أن الناس كانت تعقيده مجالس الشيخ يقعد فيها ويقعد يحكي بقى عن كراماته وعن النبي قاله وإلى آخره يعني والناس يصدقوا وكل منهم يفتحوا فاهوة على آخره وربما لم يقفله بعد لكن احنا عندنا بقى الشعراني حبيبنا ده معظم مؤلفاته يعني بيكذب على نفسه وعلى آخرين ويسند أقوالا لشيخه الأمي علي الخواص أو لأخيه الأكبر الذي مات اللي هو أفضل لدين الشعراني ويقول حاجات يضحك طبعا احنا يعني تعرضنا ده احنا يعني شرحناه في كتبنا لكن احنا هنا في موضوع الكذب هنأخد بس نمازجد كده يضحكوا منها الحزين اذا كان منكو حد حزين وعاز يضحك يسمع يقولك ايه بقى له كتاب كبير او اسمه لطائف المنان يعني الكتاب هو بيدور حوله ومما من الله علي به يعني ربنا من علي وقال كذا وداني كذا إلى آخره وكتب ضخم ضخم جدا واحنا أرنا يا مؤمن كم مر في كم وقت مختلف يقول مثلا هم أن عم الله تبارك علي تعالى به مساعدتي لأصحاب النوبة في سائر أقطار الأرض في حفظ أدراكهم من براري وقفار ومدائن وبحار وقرى وجبال فأطوف بقلبي على جميع أقطار الأرض في نحو ثلاث درج وصور التوافق كل ليلة على مصر وجميع أقليم الأرض أنني أشير بإصباعي إلى أزق جميع المدن والقرى والبراري والبحار ونقول الله 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 فأبدأ بمصر العتيقة ثم بالقاهرة ثم بخراها حتى أصل إلى مدينة غزة ثم إلى القدس ثم إلى الشام ثم إلى حلب ثم إلى بلاد العجم ثم إلى بلاد التركية ثم إلى بلاد الروم ثم أعد من البحر المحيط إلى بلاد المغرب فأطوف عليها بلدا بلدا حتى أدي إلى الإسكندرية ثم أعطف منها على دمياط ثم منها إلى أقصى الصعيد ثم إلى بلاد الرجر وإخطاع جدي الخامس ثم أعطف إلى بلاد التكرور وبلاد السقوط ومنها إلى بلاد النجاشي ثم إلى أقصى بلاد الحبشة وهي سفر عشر سنين ثم إلى بلاد الهند ثم إلى بلاد السند ثم إلى بلاد الصين ثم أرجع إلى بلاد اليمن ثم إلى مكة ثم أخرج من باب العلا إلى الدرب الحجازي إلى بدر ثم إلى الصفراء ثم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فأستازنه عند باب السورة ثم أدخل حتى أقف من يديه صلى الله عليه وسلم فأصلي وأسلم عليه وعلى أصحابه وأزور من في البقية وما أرجع إلى داري بمصر إلا وأنا ألهث من شدة التعب كأني كنت حاملا جبلا عظيما ولا أعلم أحدا سبقني إلى مثل هذا الطواف وكان ابتداء حصول هذا المقام لي في سنة 933 فرأيت نفسي في محفة طائرة فطفض بي سائر أقطار الأرض في لعظة وكانت تطوف بي على قبور المشايخ من فوق أضرحتهم إلا ضرح سيدي أحمد البدوي وضرح سيدي إبراهيم الدسوقي فإن المحفة نزلت بي من تحت عذبة كل من أحدهما ومرت من تحت قبره ولم أعرف إلى الآن الحكمة في تخصيص هذين الشيطين بذلك اضحكت ولا لا بس الناس زمان بقى في العصر العثماني والعصر المملوكي كانوا يصدقوا الكلام ده يعني كانوا يصدقوا آه ليلا آه آه بس الحاجة المضحكة إيبقى إن في الوقت اللي كان شعراني والناس في العصر المملوكي في الوقت ده يعني في حكاية التوهان وحكاية المخدرات الصوفية دي دينية كانت أوروبا تقوم باكتشاف العالم الجديد واكتشفوه وبنوا في كذا وإلى آخر والتفتوا إلى البلاد دي لكوكب المحمدين فاحتلوا وعملوا استعمار طبعا إحنا لازلنا في هذه المخدرات يعني إذا كانت مخدرات صوفية أو مخدرات حدثنا فلان عن فلان عن تركان إلى آخر وبرضو ناس بقى بيقولك عايزين نطبق الشريعة إيعة الشعراني طبعا يزعل جدا أنه واحد يستعمل عقله أنت لابده تبقى حمار عشان قاطل تصدق اللي بقوله إذا بيتبنى آدم وبتفهم يبقى حتوبة منكر عليه فقولك واما عم الله تبارك وتعالى علي به تصديقي للصالحين في كل ما يخبرون به من الأمور التي تحيلها العقول عادة يعني ربنا منى علي أن أنا بصدق أي كلام يقول الصالحين الصالحين آه اللهم الأولي مهما يقول ومهما الكلام يتبعهم ما يخشش العاء أنا بصدقه ولمازل أصدقهم ذلك من حين كنت صغيرا وكل شيء لما تعقله جعلته من جملة العلم الذي لما أعرفه ولا أكذبوا إلا ما خالف النصوص الصريحة أو خرق إجماع المسلمين وبعد إيه بقى إجماعه وأجمع أهل الكشف يعني الأولياء أنه إذا أنكر شيئا إذا أنكر شيئا أخباره بأهل الكشف حرم ذلك الأمر الذي أنكر يعني أنت لما تنكر بقى أن فلندا لا يعلم الغيب يبعنا كده أن أنت لن تعلم الغيب ومش هيحصل لك كشف الكشف اللي هو كشف الغيوب يعني مش كشف تاني وولك حرم ذلك الأمر الذي أنكره ولو بلغ الغيب من السلوك فلا يعطى ذلك الأمر عقوبة له على إنكاري وتكذيبي أولياء الله تعالى يعني إذا يعاقب بقى بأنه مش هيأخذ الكرمات ولا المميزات في بتاعة الأولياء ولك أولياء الله تعالى الذين هم آياته في الأرض وبهم يرزقوا الناس وبهم يمطرون وبهم يدفعوا الله البلاء عن عباده في كفر أكتر من كده يعني ربوني ما قدرش يعمل حاجات دي الصفر الله العظيم إلا بالأولية دول يعني بقولك بهم يرزق الناس ربوني ما شد رزقهم اللي لازم الناس دي لازم هما دول بقى للوسائط يعني أو هما اللي بتحكموا في الرزق وبهم يمطرون هما اللي ربوني ينزل المطر ببراكته الصفر الله العظيم وبهم يدفعوا الله البلاء عن عباده وقال جلس عندي مرة الأخ الصالح الشيخ أبو العباس الحاليتي بين المغرب والعشاء في رمضان فقرأ بعد المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر القرآن خمسة مرات وأنا أسمعه فلما دخلت أنا وياه على سيدي عادل مرصفي حكيت له ذلك فقال قد وقع لي أني قرأت القرآن في يوم وليلة 360 ألف درجة كل درجة ألف ختمة وهذا بلفظه انتهى يعني هو قال كده يبقى إذا لازم تسد تبسد وما وقع لي أنني أحرمت بصلاة الصبح خلف الشيخ عمر الإمام بالزاوية فابتت حصورة المزمل فسبق لساني فقرأت القرآن من أول سورة بقرة ولحقته في قراءة ركع الأولى قبل أن يركع فانصدت له حتى ركع هذا أمر شهدته من نفسي وأمنت بأنه كرامة لابن الله تعالى فإن الإيمان بكرامات الأولياء واجب حق واجب على الولي أن يؤمن بكرامات نفسه كما يؤمن بكرامات غيره هنا احنا قلنا بقى أن هذا يعني دين الكذب فبالتالي بقى أكبر الكذبة هم الذين يزعمون أنهم أولياء الله وهم الذين يسلبون الله جل وعلا سلطانه والناس تؤمن بهم إيمان بالكذب شكرا للمشاهدة وعليكم والسلام